الحياة نوم من شوية شاهد معبد الكرنك تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في حدث مهم جداً بيتابع المصريين وسياح اللي موجودين دلوقتي في الأسر حدث ده بيعتبر إشارة لبدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وكمان احتفالاً بميلاد الملك رعا الكبير كنا نشوف مع حضرتكم هذا الحدث من خلال هذا التقرير وسط احتفالات وحالة من الترقب لرؤية إبداع المصريين القدماء شهد معبد الكرنك تعامد الشمس في السادسة والنصف من صباح اليوم حيث أشرقت الشمس موازية للمحور الرئيسي لمجمع معابد الكرنك بالأقصر ولتتعامد على قدس الأقداس معلنة حلول الانقلاب الشتوي الذي يحدث في نفس اليوم عند الساعة الحادية عشر وثماني وأربعين دقيقة مساء ويعد تعامد الشمس على معبد الكرنك بمثابة إعلان لبداية الشتاء بجانب أنه احتفال بميلاد الملك رعا الكبير والذي يشهد تنظيم فعاليات رصد الظاهرة ببهو الأعمدة بمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر وتكشف ظاهرة تعامد وشروق أشعة الشمس على المعابد المصرية اهتمام القدماء المصريين بالحركة الظاهرية للشمس حول الأرض وحيث كانوا يقومون بتشريد المعابد مواجهة للشمس لتسجيل ظاهرة فلكية أو حدث يسجل مولد الإله أو لتسجيل أحداث فلكية كما في معبد أبو سنبل الكبير بأسوان والذي يسجل فيه التعامد بدء فصلي الزراعة والحصاد ظاهرة التعامد تستمر لنحو عشر دقائق تدخل الشمس من الشرق من اتجاه البوابة البطلمية ثم تتسلل لمنطقة صالة الأعمدة بطريقة ساحرة وتقع على المشاهد المرسومة على الحوائط فتظهر بشكل مميز حتى تصل لقدس الأقداس هل نتعرف أكثر على هذه الظاهرة وكافية الاحتفال بها هذا العالم العام معنا على تليفون الدكتور مصطفى الصغير مدير عام أثار الكرنك دكتور مصطفى صبع الخير يا فن أهلاً صبع الخير يا سيد محمد ومستاذ هدير منورين أفن يا أهلاً بخضراتك بنورك طم من الشمس عامل إيه عندك دلوقتي؟ والله الشمس جميلة جداً والجو رائع النهاردة في الأخصر بسم الله ما شاء الله يعني حاجة جميلة جداً احتفلنا بالفعلية في أجواء جميلة ومبهجة للغاية يعني عظيم جداً طيب عايزين نتعرف منك على مظاهر الاحتفال السنةدي وهل هي كانت مختلفة عن السنة اللي فاتت؟ مظاهر الاحتفال طبعاً هي بإشراف طبعاً وجهة السياحة والأثار ومحافظة الأثار والنهاردة لأول مرة بيشارك معنا المعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية طبعاً علشان يبقى رصد للظاهرة وتأصيل لها كان طبعاً فيه فعاليات جميلة من الفنون الشعبية والفلكلور الشعبي في مقدمة مدخ المعابد الكارنك كمان كان فيه شرح للظاهرة نفسها وحدوثها كان النهاردة الجو رغب ووجود بعض السحب ولكن الأمور الحمد لله ظهرت بوضوح شديد جداً الشمس كانت ظهرة ويعني النهاردة كان الجو طبعاً جميل جداً وكانت حاجة جميلة ومشرفة للغاية وكان فيه إقبال معقول جداً وكويس جداً علشان الناس تتابعوا الظاهرة بشكل يمكن جميل ومنظم للغاية طيب يا دكتور والاحتفال بيقتصر على المدة اللي بيحصل فيها التعامد ولا بيكون فيه فعاليات بيتم تنصيقها على هامش يعني الاحتفال بالتعامد بالفعل فيه فعاليات تانية طبعاً على هامش الرصد الظاهرة يعني مثلاً بالأمس كان فيه ندوة ثقافية كبيرة جداً اتعاملت فيه مكتبة مصر العامة شارك فيها الكثير من علماء الفلك وعلماء المصريات علشان يبرزوا جمال الظاهرة نفسها والدرجة العبقرية اللي وصلها لمصر القديم في علوم الحندسة وعلوم الفلك معنا حتى كمان كان فيه رصد البعض الأجرام السماوية كانت موجودة باستغلال الظاهرة طبعاً هامش الموضوع برضو فيه عندنا بيواكب الحدث فيه مهرجان التحطيب موجود حالياً في الأقصر برضو بيتم الاحتفال دي في ميدان أبو الحجيح كأحد أكبر الميدانة عندنا في الأقصر ففيه فعاليات مختلفة طبعاً بتزامل أو يعني بتزامل الظاهرة اللي احنا بنرشدها النهاردة في الكرنك عظيم دكتور حديق قلت أن فيه توافد من السياح والناس بشكل عام حتى مصريين هم يشوفوا هذه الظاهرة هل حضرتك عارف فيه جنسيات معينة مثلاً جات مخصوص عشان تشوف هذه الظاهرة ولا السياح اللي كانوا موجودين بالفعل في الأقصر هو فيه طبعاً فاندم ناس من الأجانب المقيمين هنا كانوا حريصين أن هم يتواجدوا من الساعات الأولى قبل شروق الشمس عشان يرصدوا الظاهرة طبعاً دول أغلامهم من جنسيات أمريكية وأوروبية مختلفة بالإضافة كمان لتوافد الأجانب اللي هم زوار اللي هم طبعاً موجودين في الأقصر بصفة عامة وجوم النهاردة مخصوص علشان يعدلوا البرنامج بتاعهم علشان يقدروا يزوروا الكارنك ويرصدوا الفعالية من الساعة السابقة صباح اللي كنت أصده دكتور اللي كنت أصده هل فيه ناس بتحجز مخصوص وتيجي لسهر عشان شوف هذه الظاهرة فعلاً فيه فيه عندنا يمكن ناس جنسيات أمريكية كان موجودين النهاردة بوضوح جايين مخصوص علشان يشوفوا الظاهرة ويرصدوها واحتلوا الصفوف الأولى كمان في مدخل المعبد علشان يكونوا موجودين في المقدمة ويقدروا يرصدوا الظاهرة بكل وضوح فكان فعلاً فيه إقبال يعني معقول النهاردة لرصد الظاهرة طيب دكتور مصطفى هل إحنا بيكون لنا تجهيزات خاصة بهذا الحدث تتزامن مع استعداد الاستقبال كمان للسياح والزوار اللي بيجوا علشان يشوفوا التعامد ونظهر قدامهم بشكل لائق وحضاري والله إحنا يعني الموسم السنة دي بسم الله ما شاء الله موسم مبشر إحنا يمكننا على رفعين درجة الاستعداد على طول يعني ما فيش حاجة معينة خاصة اليوم النهاردة ولكن إحنا رفعين درجة الاستعداد بصفة عامة خلال الموسم ده للحفاظ طبعا على الصورة الجميلة اللي بيجي ساح بياخدها كامطباع أول عن الزيارة بتاعته النهاردة طبعا بس كان في بعض الفعاليات اللي احنا كلمنا عليها بخصوص الفنون الشعبية طبعا كان فيه عزف للموسيقى الخاصة بالمعبد علشان طبعا في أثناء الظاهرة كان فيه الأطفال الكشافة من حميل الأعلام الحاجات دي كلها كان مظاهر احتفالية عملناها النهاردة الزيادة على المعتاد يعني لكن في الأساس طبعا الاهتمام بكل المصار الخاص بالزيارة ده من أولوياتنا في البرحالة دي للحفاظ على الصورة اللي اكتسابتها مصر من بعد افتتحتها الكباش واللي هي عاملة زخم موجود لغاية دلوقتي وبنلمسوا فيه الزيارات اللي الخاصة بالأجانب والزوار الكرنة دكتور مصطفى حدق قلت أنه من ضمن الأنشطة والفعليات أنكم بتقولوا للناس سبب هذه الظاهرة احنا كمان هزينا عرف مشاهدي صباح الخير يا مصري سبب هذه الظاهرة يمكن الظاهرة دي المصر القديم في بداية بناء معبد الكرنة حوالي 2000 سنة قبل الميلاد اختار البقعة دي وزبط المحور الرئيسي بتاع المعبد على يوم 21 ديسمبر من كل عام اللي هو بيوازي بداية فصل الشتاء رسمين أو الانقلاب الشتوي المحور الرئيسي للمعبد تبنى يمكن من سنة 2000 قبل الميلاد وصولا إلى حوالي سنة 350 قبل الميلاد يعني احنا بنتكلم على 1650 سنة المصر القديم حافظ في كل البوابات وكل الصروح اللي بناها في المحور الرئيسي على نفس الظاهرة ما غيرهاش نفس المحور علشان يحافظ على شروق الشمس طبعا ده لدلالة خاصة في الفترة دي اللي هو بداية الانبات بتاع الزروع فبالتالي هو رمز للحياة وإعادة البعث مرة أخرى دي كلها يمكن أجداد خلت الكرنك يحافظ على المحور الرئيسي والزهرة دي المصر القديم يعني كان حريص أنه هو يرصدها في كل سنة بهذا الشكل نحن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى الصغير مدير عام أثار الكرنك شكرا جزيلا على وجودك معي شكرا جزيلا على القديم